سلام عليكم هلونا أقول لكم الوصفة دي هتنسيكوا أي طريقة اللي بيتيفور جربتوها قبل كده احنا عملنا هنا وصفات بيتيفور كتير كلهم كانوا حلوين بس فاعتقادي دي أفضل وصفة فيهم ونقدر كمان اديها تقييم عشرة من عشرة الكان يوم اللي فات وجربت أكتر من نوع دقيق زبطت مقادير أكتر من وصفة وبعد تجارب كتير فدي كانت أصبت وصفة تقدروا تشتغلوا بها وانتم مطامنين فلو انتوا من الناس التي تعمل سكرول في عشرات الوصفات على يوتيوب أو الانترنت عموما ومحترين تعملوا أي واحدة فيهم لو انتوا من الناس اللي خايفة متزبطش معاكو وتضيعوا مكونات معروفة إن هي مكلفة نوعا ما عابين كمان البيتيفور بتاعكو يفضل محافظ على قوامه أطول وقت ممكن بدون ما يبقى طري فبجد ركزوا في وصفة النهاردة لأنها في منتهى السهولة أنا مش هقولكو أفضل المحلات وكل الكلام ده أنا أحسب كنتوا تجربوا الوصفة وترجعوا هنا تكتبوا لي نوب جد أحلى وأصبط من أي بتيفور جاهز أو أي وصفة جربتوها قبل كده تعالوا نبدأ بوصفة النهاردة أول حاجة تعالوا نتعرف على المكونات عندي هنا كيلو من الدقيق بما يعادل ثمن أكواب معيرية أنا جربت تقريبا كل الأنواع وده كان أفضل نوع من الدقيق فيهم استخدمت دقيق الكيك هتلاقوا مكتوب عليه دقيق زي التخمير وده بيديني أفضل نتيجة وحبة البيتيفور ما بتبقاش مكتومة كل حاجة بتطلع بيرفكت بجد ولا غلطة استخدموا أي دقيق كيك مش ضروري النوع ده لو مش متوفر عادي نقدر نستخدم دقيق فاخر أو دقيق للكحك والباسكوت اللي امتبعني منكم من زمان عارف أن أنا دايماً بعمل وصفات الباسكوت مؤخراً بنوع الديق ده وبجد كل مرة بيديني أحلى نتيجة ملحوظة سريعة باوزن كيس دقيق الكيلو بعد ما فضيف طبق حتى لو الكيس مكتوب عليه أنه كيلو أوقات بيبقى أقل معلاء أو اتنين فبزودهم لحد ما وصل لوزن ألف جرام هنحتاج كمان 340 جرام سكر بودرة بيعادلوا 3 كبيات نقصين معلقتين من المعالق المعيري وهنا 750 جرام من الزبدة وبالكوب أربع أكواب إلا ربع الزبدة بتكون برد من التلاجة طبعاً الأفضل تكون زبدة بيور نوع نظيف غير مملحة لكن لو مش متوفرة استخدموا أي نوع متاح مع الزبدة بزود 100 جرام سمنة بردة من التلاجة بيعادلوا تقريباً أربع معالق كبيرة استخدمت سمن بقري حيواني بيقولوا عليه نيوزيلاندي لو مش متوفر استخدموا أي سمن بلدي أصفر متوفر عندكم عني هنا أربع حابات من البيض يكونوا بحارة الغرفة معلقة صغيرة فانالية ودي رشة ملح 2 جرام علشان تزبط الطعام بس دي مكونات البيتيفور مش بنزود أي بيكينج باودر حتى لو استخدمتوا نوع دي مختلف هنلتزم بنفس المكونات دي بالضبط البيتيفور مش بنزود فيه بيكينج باودر تماماً في طبق أعميق زودت البيض بحارة الغرفة أنا خرجته من التلاجة قبل ما اشتغل بوقت كويس بزود الفانالية وبخفقهم بمضرب ياد ويدوب بس يدخلته وبسيبهم على جنب في طبق أعميق وكبير نزلت بالزبدة البردة من التلاجة للطبق على طول زودت عليهم السمنة اللي كمان كانت بردة من التلاجة حين تقدروا تشتغلوا بمضرب كهرابي مش لازم عجان تماماً خفقت الزبدة والسمنة الأول اللي يقتين على سرعة هادية لسرعة متوسطة لحد ما الزبدة والسمنة دوني كوام كريمي شوية في الوقت دي نزلت سرعة العجان على أحد حاجة وبدأت تزود السكر البدرة بالتدريج بمجرد ما اندمجه برفع سرعة العجان لأعلى حاجة لكن كل شوية كنت بوقف خفق ونزل الجوانب لتحت علشان الخليط يبقى كله بكوام واحد الخطوة دي قررتها تقريباً مش أقل من ثلاث مرات مجمل مدة الخفقة عموماً بتاعت الزبدة والسكر والسمنة بتكون 8 دقايق على أعلى سرعة لحد متوصله للكوام الكريمي ده هنا الزبدة حجمعتها ضعف لونها بقى أفتح والكوام أشبه شوية بالكريم بنزل سرعة العجان المتوسط وببدأ أزود البيض المخفوق مع الفناليا بالتدريج ومهم هنا قوي يا جماعة ان البيض ما يكونش بارد ومجرد ما اندمج وقفت العجان بسبتش لو بقلب من تحت الفوق أتأكد من الخليط بتاعي كله بكوام واحد ويجي دور الدقيق بزود كمية الدقيق كلها مرة واحدة عليها رشة ملح وهنا ركبت القتات شمنت الكف طيب لو بنشتغل بمضرب فوظفته بتنتهي عند الخطوة دي وبنكمل تقليب بمعالقة كبيرة أو بنقلب بأيدينا بدون ما نعجن قلبت الدقيق مع الخليط على سرعة حدية جداً وأول ما بيندمج بوقف على طول في الخطوة دي بلاش نبالغ قوي في التقليب لأن البيتيفور ما بيتعجنش يدو بيتخلط كويس ونوقف والآخر مرة قلبت الخليط من فوق لتحت علشان أتأكد إنه كله بنفس القوام بعد ما خلصت عجينة البيتيفور أخدت أغلب الكمية من العجين في طبقة على جنب وفي العجين سبت شوية من العجين تقريباً تلت الكمية دول هعملهم بالشوكولاتة زودت عليهم 3 معالق كبيرة من الكاكاو الخامل غير محلة معالق كبيرة زبدة طرية بحارة الغرفة تقريباً 15 جرام و3 معالق كبيرة زيت تقريباً 30 جرام في الخطوة دي بقلب بسيط بدون عجل لحد ما الزبدة تندمج والكاكاو كمان يندمج ويديني اللون الحلو ده وبكده بقى عندي الكمية اللي بالفنالية والكمية كمان اللي بالشوكولاتة وعلى طول بنشتغل بعجينة البيتيفور ما تستنوش عليها كتير مليت الأكياس بكمية مش كبيرة يعني وزعت الكمية على أكتر من كيس والتيبل اللي استخدمتها حجمها مش كبير عبارة عن أسنان صغيرة قريبة من بعضها وهسيب لي كل أرقام بتاعتها تحت في صندوق الوصف شكلت البيتيفور بحجم صغير علشان يعمل معايا كمية كبيرة وسبت مسافة معقولة من كل واحدة والتانية وإنتوا بتشتغلوا شكلوا العجينة كلها مرة واحدة يعني نكون مجهزين على دمساج أو الصواني علشان تخلصوا الكمية كلها من التشكيل مرة واحدة وانتواقفين نصحتي دايما اللي بقولها في أي فيديو اشتغلوا في مكان بارد علشان العجينة ما تخرجش الزبدة ودايما جمعوا الصواني وحطوها في أوضة ما تكونش حرقاوي اللي بالشوكولاتة ضرورة تشكلوا معاها واحدة بلون فاتح علشان دي اللي هتقدروا تحكموا منها على تسوية من لونها خبست البيتيفور في فرن ساخن مسبقا على حرة 180 بالرف اللي في النص من فوق وتحت ما بياخدش أي وقت تماما في الفرن تابعوا التسوية بتاعته ومجرد ما ياخد لون دهب من فوق ومن تحت هيخرج على طول ودي نتيجة بجد كان رهيب واخد تحميل من فوق ومن تحت ودي أصبت تسوية علشان يفضل أطول وقت ممكن بدون ما يطر البيتيفور عموما ما ينفعش يخرج من الفرن دهبي من تحت أبيض من فوق كده مش هيبقى مظبوط معاكو وتاني يوم هيبقى طري طيب لو الفرن بيشتغل من فوق وتحت يبقى تمام نشغل مع المروحة علشان ناخد أفضل لون طيب لو الفرن بيشتغل من تحت بس يبقى نفتح من تحت مع مروحة وفي الآخر نقفل من تحت لما ياخد لون ونشغل عليه الشوية يتحمر كمان من فوق مع المتابعة في الخلاصة وتخرجوش البيتيفور بلون فاتح قوي لازم يبقى واخد تحميرة حلوة كده من كل الجوانب وده اللي بالشوكولاتة تعرفوا إنه جاهز لما بتشكله معا واحدة بالفنالية ووقتها بنقدر نحكم صح على اللون وعلى التسوية كمان ودي الكمية كلها بعد ما خلصتها ملحوظة حابة أقولكو عليها لو هتعملوا البيتيفور قبل العيد بفترة احفظوه فعبوه محكمة بدون حشوة يعني يسيبوه كده زي ما هو قبلها بيوم أو اتنين ابدأوا بالحشوة على طول وفاعتقادي الحجم ده ممتاز يعني هعمل معكم كمية كويسة وهتبقى واحدة على قد قطمة كده بدون تقديم ضمير يعني طيب اهب احنا حابين نعمله بالماكينة مش حابين نشتغل بالكيسة أو بالأم عموما موضوع بسيط جدا كل اللي تعملونك وضغطوا العجينة ودخلوها التلاجة نص ساعة أو ساعة بعدين دخرجوا منها كمية بسيطة بكمية بسيطة وتحطوها في مكينة البيتيفور وتشكلوا وبس بسيط جدا الموضوع ده بالنسبة لي بيتيفور يعني شوكولاتة ومكسرات بس شوية السبرينكلز على جنب دول علشان خاطر الولاد دوبت 250 جرام من الشوكولاتة مع معلقتين كبار من الزيت في المايكرويف كنت كل 30 ثانية بخرج الشوكولاتة أقلبها ودخلها تاني لحد ما وصل للقوام ده أنا عارفة أن حشوة المربة لزيزة بس بصراحة يا جماعة هي بتطاري البيتيفور شوية لو أنتوا بتحبوا البيتيفور طاري حشوه بالمربة لكن لو حابين البيتيفور يفضل محافظ على قوام الصحة أكتر فاستخدموا حشوة الشوكولاتة هتساعد جدا أنه يفضل طازع معاكو أطول وقت ممكن لو حابين حشوة المربة ممكن تسخنوها الأول قبل ما تستخدموها علشان تحافظ على قوام البيتيفور بلزق حابتين البيتيفور على بعض بكمية بسيطة جدا من الشوكولاتة بغمسوا بالشوكولاتة بسيطة وبستنى لحد ما آخر نقطة شوكولاتة تنزل منه ممكن يفضل بالشوكولاتة زي ما هو بس ممكن ياخد تغطية مرتين في الشوكولاتة مثلا ممكن ياخد تغطية بفصدق مفروم ناعم أو بندق أو أي مكسرة تحبوها لو هنغطيه بس بالشوكولاتة فهنغمسه بس مرتين اتنين علشان الشوكولاتة تكون طبقة ظهر اللي بخلصها كنت بحطها على ورقة زبدة لحد متتماسك دي أكتر طريقة بسيطة وأكتر تغطيات وحشوة بحبها عموما للبيتيفور شوكولاتة سيدة سواء بيضة أو شوكولاتة عادية مع بستاشيو وبندق لو انتوا حابين أفكار أكتر هسيب ليكم الفيديو القديم تحت في صندوق الوصف تقدروا ترجعوله وتاخدوا منه أفكار كتير ما تستنوش قوموا جربوه لزيز لزيز يعني رحيب واخد تسوية صح هيفضل معاكو أطول وقت وكأنه لسه طازة ولسه مغبوس كمان تخيلوا بس أن كيلو واحد من الدقيق هيعمل معاكو الكمية دي كلها وصفة بيتيفور في منتهى السهولة والجمال أنا اخترت فيها أبسط طريق تشكيل وحشوة بجد لأول مرة تعملوا بيتيفور فهتحبوا نتيجة جدا منعتقادين وصفة زي دي تعدد مرحلة أنها تتقارن أصلا بوصفة تانية هستنى رأيكم لما تجربوه بعتولي تطبيقاتكم على الإستجرام بعتولي كمان الصور هناك وتعالوا تحت الفيديو وكتبولي رأيكم في الوصف أشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة مع السلامة حلوية